تجددت الشباكات بين القوات المشتركة والمقاومة من جهة والميليشيات الحوثية في جبهة ظالع من جهة أخرى المصادر العسكرية ذكرت أن الشباكات عنيفة اندلعت في منطقة بتار والجب بقعطبة المحاذية لجبهة حجر ومدرية الحشة وتمكنت خلالها القوات المشتركة والمقاومة من إجبال الميليشيات الحوثية على الانسحاب من بعض المواقع التي كانت تتمركز فيها وكبرتها خسائر كبيرة وأكدت أن القوات المشتركة خاضت معارك ضد الميليشيات في جبهتي القفلة باب غلق وزبيريات شخب وحجر باجة وحبيلة ضبة وتمكنت خلالها من التوغل والسيطرة على مناطق جديدة في منطقة رهادة بحجر وأوقعت العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح وأضفت المصادر أن القوات المشتركة رصدت عددا من محاولات التسلل للميليشيات وغيرت استعادة المناطق التي خسرتها مؤخرا في جبهة باجة وكذلك الزبيريات والقفلة وباب غلق إلا أن جميعها باتت بالفشل حتى ضربات المدفعية والصاروخية للقوات المشتركة شكرا